يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يلجأ النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر الحديث صحيح عند الإمام مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في اليوم والليلة إثنى عشرة ركعة طوعا بنى الله له بيتا في الجنة الحديث صحيح عند الجامع يعني ركعتين قبل الفجر سنة واربعة قبل الظهر سنة واثنين بعد الظهر سنة واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشة ربنا سبحانه وتعالى يعني يكتب له بيتا في الجنة